دكتور ملهم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم أخطاء في التشخيص والعلاج وفي بعض الأحيان وربما في كثير من الأحيان دكتور ملهم مثل ما تناولنا سابقا وهذا الموضوع طبعا باعتباره هام جدا نعيد تسليط الضوء عليه اللي هو يعني كثير من الأشخاص بوصفة طبية بدون وصفة طبية يستخدمون المضادات الحيوية لمعالجة حالات هي الحالات بالأساسية فيروسية المنشأ وليثة جرثومية المنشأ نعم والمشكلة ليس فقط من المريض بل هناك عدد من الأشخاص حقيقة نشتركونا في ذلك المريض والصيدلي والطبيب بسم الله الرحمن الرحيم مما دعاني إلى الحديث في هذا الموضوع حقيقة هو التواتر ورود حالات متعددة من مرض منتشر الآن ومرض فيروسي بسيط حقيقة الأمر ولكن كان في أخطاء بالتشخيص كان في أخطاء في المعالجة كان في أخطاء حتى في المتابعة يعني أنا لست قاضيا حتى أحاكم الناس أنه هذا أخطاء أو هذا لم يخطئ كلنا معرضون كأطباء إلى ما يسمى بالتشخيص غير الدقيق وعلى هذا الأمر يوجد في الطب معلم مبحث خاص اسمه التشخيص التفريقي لحتى نميز ما بين الأمراض وكيف نحدد بدقة ما هو المرض المصاب به المريض حقيقة الأمر إذا اتبعنا نظام فلتر نظام تصفية خاص في معالجة أو في مقاربة المريض من قلل إلى أدنى حد فرصة حدوث الأخطاء التشخيصية نعم ففي عندي أول شيء القصة السريرية لأخذها من المريض أو ممن يرافقه ويجب أن تكون مفصلة بشكل كامل ودقيقة من حيث التواريخ ومن حيث التسلسل الزمني الشيء الآخر يعني اللي بعتبره الفلتر الثاني هو مراقبة المريض بشكل عام المراقبة العامة يعني وضعه التنفسه حرارته لون جلده التعرق هيجان آلام إلى آخره الفلتر الثالث هو الفحص السريري المتعلق بالمرض يعني بإضمن اختصاصي أنا لو فرضنا أفحص الأنفل إذون البلعوم الحنجرة الصدر وإذا كان في ضرورة ممكن أن يكشف حتى عن الصدر وأفحص العلامات بصدر عاري عند الطفل مثلا الأمر الرابع المهم بالفلتر الرابع هو إذا حطيت التشخيص أني أضع على الطرق ما يسمى على الطريق ما يسمى بالتشخيص التفريقي أضع الاحتمالات في ذهني ثم أبدأ بإسقاط الأحتمالات واحدا تلو الآخر حتى أصل إلى الاحتمال التشخيص الدقيق وهنا لابد من الاستعانة بالمخبر بحيانا نعم يعني فحوصات الدم المتعلقة بالمرض الذي يشك فيه وإذا اقتضى الأمر أيضا الفلتر الخامس هو الاختبارات أو الفحوصات الكشوفات بالأشعة أو بالطرق المسمية المسح الشوعي أو الرنين المغناطيسي أو الألترا ساوند إلى آخره ما يعطيني الصورة عن حالة الصورة حقيقية الآن حينما أضع التشخيص وأتأكد منه عن طريق المخبر أو الصورة والفحص السريري أبدأ بتنفيذ خطة المعالجة طبعا أحيانا بيكون فيها افتراق زمني ما بين خطة المعالجة وبين النتائج هذا الافتراق الزمني يجب أن أعتمد فيه على الاحتمال الأكبر والأرجح في تشخيص الحالي والبدأ بالمعالجة فيها نعم وثم إذا كان هناك مجال أو سبب للتعديل في المعالج بناء على نتائج المخبرية أو نتائج الصور أقوم بتعديل هذه المعالجة لمصلحة المريض هكذا الحقيقة الأمر نمشي حتى نصل إلى بر الأمان طبعا المريض بده مراعاة بده مراقبة بده دقاء نعم طبعا لكل مرض علاج الخاص فيه لكن مثل ما تفضل الدكتور بسام في عنا في الأمراض الانتانية نحن الآن في عنا مجموعات أساسية في عندي البكتيريا وفي عندي الفيروسات التي تصيط طبعا في عندي الفطريات وفي الفطريات أيضا نعم وفي عندي ذرار أو في عندي كائنات حية هي مصنفة ما بين البكتيريا والفيروسات أيضا ولها اخترق معالجة الخاصة ومن المهم جدا يعني أن يكون ثابتا في أذهان المرضى أن الأمراض الفيروسية لا ولن تستجيب للعلاجات والمضادات الحائوية فالمضادات هي أدوية خلقت لستعمالها في الالتهابات الجرثومية أو البكتيرية نعم وحتى هناك في حالات إذا كان عندي مثلا أنا مريض مدخن مريض سكري مريض مدنف منعته فيها شي وصار عنده التهاب فيروسي قد أعمد إلى تغطيط أيضا بالمضادات الحائوية وإتقاء من الحدوث التهاب فانوي بكتيري لكن هذا ليس هو القاعدة نعم طبعا هناك دكتور ملهم ونتكلم بالتفصيل بعد الفاصل يعني هناك ألف باء تعلمناها على مقاعد كليات الطب المختلفة في الدول العربية وفي الدول الأجنبية وكلها لأنها تعتمد على نفس المبدأ هناك ألف باء للتشخيص يعني مثل ما أنت ذكرت وأيضا مهمة التشخيص التفريقي مهمة جدا والقصة المرضية وبعد القصة المرضية يأتي الفحص السريني مثل ما ذكرت سواء الفحص الذي يقوم بها الطبيب ومن ثم أيضا الاستقصاءات المخبرية والشعاعية وفيما بعد طبعا يضع أمامه عدد من الخيارات بموجب المعطيات التي حصل عليها وعلى هذا الأساس يتم اتخاذ القرار فيما بعد بوضع الخط العلاجي المناسبة بعد معرفة السبب يعني الذي أدى لحدوث هذه المشكلة طبعا من يتبع هذا الأمر سيصل بالنتيجة أكيد إلى يعني نتائج مؤكدة بإذن الله وبالتالي يكون مجال الخطأ في التشخيص قليل جدا وهذا هو هدف دائما الطبيب لكن يحتاج هذا الأمر إلى وقت وإلى أيضا يعني يكون هناك أيضا معلومات لدى الطبيب كافية وأيضا صبر لأنه موضوع ما نهو موضوع بسيط يعني حتى لو كان المريض يعاني من صداع أو من مشكلة بسيطة بعد الفاصل نتابع حديثنا مع الدكتور ملهم ياسين اختصاصي أمراض الأذن والأنف والحنجرة في دول دكتور ملهم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كنا نتكلم دكتور عن الأخطاء في التشخيص وفي العلاج وطبعا مسؤولية هذه الأخطاء لا تقع على الطبيب وإنما يعني أيضا يرتبط بها كل من المريض من جهة والصيدلي من جهة تانية وأيضا الطبيب من جهة تالتة يعني المضادات الحيوية على سبيل المثال ومثل ما أيضا يعني قرعت الأجراس منظمة الصحة العالمية إذا بقيت الفوضى باستخدام المضادات الحيوية بهذه الطريقة فبعشرين ثلاثين يعني بعد عدة سنوات لن نجد مضاد حيوي لمعالجة التهاب البلوم هذا كلام منظمة الصحة العالمية نعم طبعا بحمد الله أنه هناك قانون في دولة الإمارات العربية المتحدة من وزارة الصحة بمنع بيع المضادات الحيوية إلا ب أو صرف المضادات الحيوية إلا بوصفة طبية لكن ممكن أنا أحصل على المضادات الحيوية عبر الإنترنت ممكن من صيدلي من الصيدليات بطريقة ما ممكن من خارج الدولة فطبعا الهدف نائم من التوعية وبأن المضادات الحيوي له الصبابات يحددها الطبيب وليس الصيدلي أيضا نعم وهناك أيضا طرق صرف وطرق آطاء نعم وهناك ما يسمى بالحساسية أو التحسس الجرثوم تجاه المضاد ووصف المضاد الملائم بالكمية المناسبة والجرعة المناسبة والفترة المناسبة نعم مثل ما تفضلت أنه الأخطاء الخطأ التشخيصية تعاوره الثلاثة أو الأشخاص كلهم مثلا المريض إذا كان ما عم يحكي لك الأعراض الموجودة عنده عم يخبي شيء طبعا هذا مريض مضلل إلك لكن أنت مهمتك طبيب تكشفه أيضا هناك تداخلات أحيانا نراها من بعض الصيادلة بخضية الوصفة بخضية الأعطاء بخضية كذا ليش الدكتور عطاك هذا ليش ما عطاك الدواء الفلاني ليش ليش ما عطاك أدوية الزكام مثلا مع العلم أنه كنوهنا عليها مرات ومرات كم هي خطيرة على الحياة أدوية الزكام الجهازية التي تأخذ عن طريق الفم نعم نعم بحقيقة الخطأ التشخيصي يجب محاصرته وكلما كان العمل منطقي ومتسلسل متدرج ويخضع لفلترة عملية تصفية وعملية محاكمة التشخيص التفريقي تضيق مساحة الخطأ التشخيصي لكن أنا أعتقد والله أعلم أن أهم موضوع أهم عامل في عدم فتح الباب للأخطاء التشخيصية هو أنفاق الوقت الكافي مع المريض والسماع له والفحص بشكل دقيق فهذا يعني يضيق ساحة الخطأ بالتشخيص بشكل كبير نعم طيب بالنسبة لموضوع الوصف عادة يعني بالنسبة للمضادات الحيوية دكتور كيف يتم الوصف كطبيب أتكلم حاليا يعني لدي حالة مرضية كيف يقدر هل يقدر بموجب المعلومات التي حصل عليها عبر الكتب الطبية أم بموجب تحاليل مثل ما أذكرت أم كيف الآن يعني هذا الأمر يعتمد أيضا على خبرة الطبيب نعم بدي أعرف أولا شو الشكوى المرضية عند الشخص العضو المصاب هل هذا العضو إصابته غالبا بكتيرية ولا عضو إصابته غالبا هي فيروسية مثلا التهاب اللواز بالعامل المسبب بالإصابة يختلف عن التهاب القصب الهوائي في كثير من الأحيان في كثير من الأحيان التهاب القصب الهوائي أو بالعوم يكون فيروسيا في معظم الأحيان باللواز يكون بكتيريا فيختلف الوضع أيضا وضع المريض الصحي هل المريض مدخن أم لا هل المريض مصاب بالسكري هل مصاب بتثبيط يأخذ مثبتات المناعة لأسباب مختلفة مثلا عنده التهاب مفاصل رثواني عنده أورام عنده هل يهو ويقتضي أن الداخل لحمايته بشكل كامل هذا من ناحية المجهودات الشخصية هل أنا في وقت فيه جائحة بكتيرية أو جائحة ذيروسية في البلد هل لدى المريض أيضا حساسية على هذا النوع من المضادات الحيوية أم لا لا بدي أمصف المضاد طبعا لحتى قرر أنا أعتقد أن أعتمد المسحة بشكل أساسي هناك مسحات جاهزة خلال دقائق بتاخد النتائج وهناك مسحات أيضا لجب إرسالة إلى المختلف وهو فيصل عندي فحص الدم إذا كان بيدلني على أنه فيه التهاب بيروسي ولا التهاب بكتيري الآن ما هو المضاد فيه عندي قصة تحسس عند المريض تجاه بعض المضادات نعم بحصري بالخبرة الطبية ما قد تكون ما شو هي البكتيريا يكون ممثل الالتهاب في هذا المكان نعم يا ترى شو هو أفضل مضاد حيوي مع أقل أعراض جانبية وتأثيرات لأنه حتى في بقى فيه إذا كان عنده أيضا مشكلة في الكلية مشكلة في الكبد مشكلة في غيرها نعم لماذا أنا سألت هذا السؤال الدكتور لأنه طبعا يعني لا يجوز أن أخذ يعني أخذ أو أحصل على المضادات الحيوية إلا فقط بوصفة طبية من قبل الطبيب والحمد لله هذا معمول به الآن نعم ولكن هو للتوعية يعني حتى في الخارج يعني حتى أنا سافرت للخارج فالأفضل أن أحصل عليها من الطبيب وليس من الصيدلي أو صيدلي أو حتى عبر يعني الانترنت وغيرها طبعا لا يجوز لأن هناك أدوية حتى مضادات حيوية لها تأثيرات جانبية صحيح وأيضا تأثيرات جانبية خطيرة يعرفها الطبيب بشكل أساسي صحيح يعني أعطاء الدواء المناسب للمريض بموجب الوصفة الطبية دون زيادة أو نقصان ولا يجوز للصيدلي أن يقوم بتغيير هذا الدواء إلى دواء آخر إلا بعد الرجوع إلى الطبيب دكتور نعم هذا كلام صحيح نذكر بطرق التواصل على الهاتف 600551414 والرسائل النصية القصيرة على 4006 وعبر الحساب الرسمي لإذاعة نور دبي على الانستجرام لايف نور دبي ريديو وضيفنا الدكتور ملهم ياسين اختصاصي أمراض الأذن والأنف والحنجرة في دبي دكتور ملهم هناك رسالة تقول عندي ولدي عمرت من سنوات ويعاني من حساسية حليب البقر منذ الولادة ويتحسس عن طريق القيء وعلامات التحسس الأخرى يعني يظهر لدي تحسس وتورم وحكة تصل إلى ضيق التنفس ثمانية سنوات شو السؤال؟ أكيد السؤال ما الحل؟ ما في حل بك تترك الحليب متهينة نعم يعني الان تبدو تبدو عندي مختلطة على ما تفتحسس نوات أول وثالث نعم فإذا كان الحساسية معروفة هي على الحليب خلص الحل أنه تترك الحليب حال هناك بروتينات مشتركة بين كل الحيوانات لكن الابل هو فصيل آخر يعني ممكن حليب الابل يمكن اختباره يعني بعيد الدوم نغتين اختبار حليب الابل إذا يتحسس عليه الطفل ولا لا ونشوفه طبعا هذا موضوع أيضا يعني آخر من حقول أيضا إن صلت الضوء عليه لأنه موضوع مهم يعني ليس فقط الحساسية من الحليب وإنما أيضا من أغذية أخرى يعني أنا أستغرب إذا كان طفل عنده حساسية سيئة لهذه الدرجة ليش حتى أعطيه حليب أو فكر أني أعطيه حليب؟ شو مهمة الحليب؟ وشو أهميته أصلا؟ هذا موضوع آخر لسبب لأنه يعني للأسف يعني هناك طرق معينة الشركات المنتجة للحليب يعني زرعت في أذهاننا منذ الصغر بأنه الحليب كاليسيوم والكاليسيوم حليب بس حليب الأم وحليب المقارن نعم ولكن أيضا يعني مصادر الكاليسيوم متوفرة في السبانع متوفرة في الأغذية متوفرة في الأطعم المختلفة وليس الحليب هو المصدر الأساسي للكاليسيوم السمسم في عشر أضعاف كمية الكاليسيوم موجودة في الحليب طيب فهذا طبعا موضوع يعني التجاري كان بالنسبة للشركات منذ سنوات عديدة وعقود عديدة يعني زرعت في أذهاننا بأنه حتى تحصل على عظام قوية وأسنان قوية فعليك بيئة الحليب لكن هذا طبعا يعني مردود عليه أنه هناك مصادر عديدة للحليب أعفوا للكاليسيوم مثل ما ذكرت سواء كان السمسم أو غيرها فطبعا أغذية عديدة يتوفر فيها الكاليسيوم بدون حتى ما يكون فيه مشاكل نهائية أنا أقول للأم حينما نكتشر عند الطفل مجموعة من التحسسات أقول لا تبحثوا عن البديل إنه ببحثوا عن نظام غذائي جديد نعم لأنه البديل أبقى أنا عالق في دوامة شو بدال الحليب شو بدال الجمن نعم شو بدال الروب يا أخي اختر غذاء مختلف اختر نظام غذائي مختلف أخرج فيه مشتقات الألبان واعتمد نظام آخر طيب شو بدي يفطر الطفل فعندك الزيتون عندك الزيت والزعتر عندك بالأكلات الشامية عندك المربيات عندك الزبدة عندك أشياء كثيرة نعم لازم أعطي كورنفليكس وحليب ولازم أعطيه ابن وجبني عنده الصباح خلينا ناخد غذائي نظام غذائي مختلف تماما ورايح بنا ورايح بنا طفل وطبعا من فترة لفترة كثير مهم نغير في نظامنا الغذائي ما نضل على نفس النظام نعم 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 يعني مصادر يعني مثل على سبيل المثال في الصباح يعني مثلا بضع حبات من التمر مهمة جدا طبعا يعني أفضل من كمية كبيرة من المعجنات والكرواسة وغيرها وكلها ضارة وكلها ضارة طيب عم بتقول أنه طبعا نستمر في الرضاعة الطبيعية لمدة سنتين ونصف طبعا الرضاعة يعني جيد جدا أنه يكون في هناك رضاعة طبيعية بالنسبة للطفل وأيضا لا نلجأ إلى الرضاعة الصناعية إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك الضرورة هي حالة طبية يحددها الطبيب وليس أي شيء آخر لأنه حليب الأم هو الغذاء المثالي بالنسبة للطفل طيب بالعودة دكتور لموضوع الفيروسات طيب إذا كان الشخص وطفل يعني نتكلم طفل ولديه حالة مرضية وسبب فيروسي وأخذ مضادات حيوية طيب إلى أين سنصل بعد عدة أيام بعد هو السؤال ليش حتى أعطيه مضاد حيوي إذا كان المرض فيروسي وثابت خطأ في التشخيص أو حتى يعني ذهبت إلى الصيدلية والصيدلية أعطاني مضاد حيوي يعني نحن نصدم حتى أنه الطبيب يعني هناك في أشياء لا أستطيع فهمها طبيب شخص عند الطفل إصابة فيروسية ومعهاد وصف له أبر مضادات حيوية عن طريق العضل أو الوريد طيب ما هو ما هي الحكمة خلف وصف منذ هذه الأدمية يعني إذا كنت أعلم أنا وأنت زميلي المحترم أنه المضادات الحيوية ليس لها تأثير على المرض الفيروسية إذن لماذا أعطي المضاد الحيوي؟ هذا السؤال هل أنا أعتقد أنه وقت نعطي المضاد الحيوي سنصل فقط إلى مشكلة أكبر يعني سنثير عند الطفل أعراض الجانبية عند هذا المضاد مثلا إذا أعطيت إبرت كذا نعم أنا ما أعطي تأثير على الكلوي أو على الكبد نعم طيب العامل الممرض فيروسي فأنا عم حمل الطفل عبئ دوائي والجهاز تابعه الاستقلابي طرح وتصفيت الدواء وهو سم لسبب غير موجود أصلا عم أعطي عبئ عم زيدة عليه عبئ جسدي عبئ مادي هل ممكن أنه هذا الطفل فيما بعد يطور حساسية؟ ممكن هل ممكن يطور مناعة البكتيريا اللي عنده عن هالمضاد؟ طبعا ممكن هل ممكن إذا أعطينا أربع أو خمسة أيام من هذا المضاد الحيوي الواسع الطيف جدا جدا والذي يستخدم في الخارج فقط كدواء احتياطي للالتهابات المهددة للحياة نعم يعني نحن كلنا نعطيهون سيفترياكسون بتلاقيه كتير عوقات بالعيادة عادي نعم هذا الدواء أيضا هو دواء احتياطي يعني هذا الدواء بتعطيه لشخص عنده التهابات عنيفة جدا ما في شيء عم يأثر فيه يعطى بمنتهى البساطة كيف نحن نرى هل نسيء استخدامه نعم نسيء استخدامه سنصل إلى مرحلة متى ما تفضلت من شوي دكتور أنه ما عاد يأثر هذا الدواء هذا الدواء الاحتياطي أنا يعني أستغرب أنه إلى الآن الأموكسيسلين والتيتراسيكلين أدري فعالة جدا جدا في ألمانيا يعني كنا بعمليات محددة نعطي الدوكسيسايكلين إذا خفنا والمريض كذا ولازم نحتاط أكثر كنا نعطي الأموكسيسلين الأموكسيسلين أعتقد في كثير أحيان ما بيأثر هون لازم تعطي اعتبارا من المشاركة مع الكلاولينيك أسيد وتطلع فوق حتى يبدأ التأثير إذن نحن دخلنا إلى دوامي دخلنا إلى مستنقع ما رح نعرف كيف نطلع هي مشكلة طبعا يعني مشكلة مثل ما ذكرت أيضا منذ قليل أنه يعني مشكلة على مسوى الدول العالم وتحديدا أيضا يعني لديناها مثل هذه المشكلة وصف المضادات الحيوية أو أعطاء المضادات الحيوية دون وصفة طبية أو دون استطباب بمعنى الموضوع الآخر حتى يعني من يتناول هذه المضادات الحيوية يجب أن يتناولها لفترة زمنية يحددها الطبيب هناك أيضا جرعة محددة في بعض الأحيان قد يضطر الطبيب لأعطاء أكثر من دواء فالطبيب هو الذي يحدد لأنه هو الذي يعرف الحالة المرضية للمريض وطبعا يعني أنا أقول ما ورده بتوافقني الرأيي دكتور الطبيب الناجح هو من يخرج المريض من عيادته بأقل عدد ممكن من الأدوية وأكبر عدد ممكن من النصائح والإرشادات تماما يعني أنا كطبيب مهمتي أن يصل المريض إلى بر الأمان وحقيقة أنا أقول دائما مهمتي كطبيب أن يخرج المريض من عندي بدون أدوية يعني إذا كان في حالة مرضية بدأ يوصل إلى حالة إن أخرجه منها ما عاد يستعمل أي دواء هذا المهمة تبقيت يعني أنا وصفتي للدواء هي وصفة مؤقتة لفترة محددة حتى يشفى هذا المريض ثم يعيش حياته طبيعية بدون أدوية هذا الوضع هي الصحة رسالة تقول كلما تعرض ابني لفترة طويلة للشمس ينتفخ وجهه حتى مع استعمال الواقي هل يجب عليه القيام بفحوص خاصة وإلى أي اختصاص يعود هذا الأمر خلي تراجع بداية اختصاص الجلدية ثم قد يحتاج الأمر غضب نعم وطبعاً حتى أيضاً استعمال الواقي استعمال الواقي له أيضاً يعني إرشادات هناك نصائح هناك إرشادات تتعلق بالستعمال الواقي واختياره نعم وتجديده لأنه مدة ساعتين لذلك أنا أشرت أنه هناك إرشادات هناك فعلاً من يخرج إلى نفترض إلى الشاطئ أو إلى البحر للاستمتاع وممارسة الرياضة وغير ذلك طبعاً يستخدم الواقي ولكن هذا الواقي له فترة زمنية محددة وبالتالي يجب أن يعيد استخدامه مرة تانية وينتبه إلى أيضاً الرقم اللي هو الخاص بعامل الوقاية من الأشعة الضارة الأشعة فوق البنفسجية طيب دكتور نرجع بموضوع الأدوية أيضاً بالنسبة للأطفال يعني الأطفال أعود إلى الأطفال هذا الطفل أخذ الأدوية ولم يتحسن وإذا عاد إلى نفس الطبيب مرة تانية يعني أنا أقول من مارستي دائماً أني أرى أدوية مكررة بشكل دائماً عند الأطفال طبعاً الوقت المريض بيجي بيكون صلوا عم يشتكي مجوز أشهور أحياناً سنوات أرى أن أدوية الحساسية تعاد بشكل مستمر وطبيب طفل مثلاً عمره سنتين بتلاقي عم ياخد 8 شهور دوا حساسية ويكرر مرة أخرى كل ما عادت النزلة على صدره وعلى أنفه أو على أذانه تكرر نفس الدواء أدوية الحساسية ومضادات الزكام وصولات الأنف هذا يعطيني فكرة إذا تكرر المرض أن أبحث عن سبب آخر يعني تكرار الدواء بتكرار الحالة يجب أن يكون منبهاً لي أنا كطبيب أني لازم أغير الخطة التشخيصية تبعي إذا كان الطفل عم يجيني بشكل مستمر بنفس الشكوى بنفس الأعراض تتكرر مرة أو مرتين في الشهر وأمعطي نفس الأدوية إذا تحسنه غير تابع للأدوية تحسنه لسبب آخر والشكوى مقاربتي للمريض وطريق التشخيصي لكشف المرض عند هذا الشخص عند هذا الطفل أو عند هذا البالغ لازم عيد تقييم طريقة عملي مرة أخرى لأنه قد يكون الموضوع فيه بتكرار الموضوع في عندي خطأ أكيد أنا في شيء ما أنا شايفه أنا أغفل شيء بالقصة أو لم أرى شيء واحد من العوامل ما حسب تحسابها وهذا ما هو عيب على الطبي يعني ليس عيبا أن تقول لا أدري أو أن تقول أخطأت أو أقوم بتحويل المريض إلى طبيب آخر أو أقوم بتحويله هو أدرى مني في هذا الموضوع ما في عيب بالموضوع أبدا يعني قضية التعاون بين الأطباء في مختلف الاختصاصات أو حتى باختصاص الواحد حتى بنفس الاختصاص الواحد يعني لو فرضنا أنا ماني جراح ذن جاني شخص عنده مشكلة تبتغل جراحة شو بعمل فيه بحوله على شخص من نفس الاختصاص هذا الرجل جراح أذن لأنه إذا ما فعلت هيك الأمانة راحة نعم كيف بدك تعالجه وهذه أيضا من أخلاقيات مهنة الطب اللي دائما نقول مهنة الطب هي مهنة إنسانية نبيلة غاية الأساسية مساعدة المريض تخفيف ألام المريض علاج المريض بشكل أساسي وطبعا يعني مثل ما بنعرف كل تخصص يعني واسع فهناك طبيب على سبيل المثال طبيب أذن أمفحون يكون قد اكتسب خبرة كافية وكبيرة جدا في مجال معين ضمن مجال اختصاصه وهناك طبيب آخر قد اكتسب مثلا أيضا خبرة في مجال آخر ضمن هذا الاختصاص فشيء طبيعي إذا جاني مريض وطبعا أشوف أني ما مو لا أستطيع هناك يعني طبيب آخر ربما يكون أفضل مني في هذا ولدي الخبرة الكافية في هذا المجال فالأفضل أن أقوم بتحويله وهذا فخر للطبيب الذي يقوم بذلك وطبعا يعني بين قوسين عار على الطبيب إذا لم يقم بذلك لأنه هي من أخلاقيات مهنة الطب طيب دكتور هناك أيضا استفسار عن ما سبب انقطاع التنفس أثناء النوم طبعا إحنا الأسبوع المالي تكلمنا لكن أكيد نحاول نوضح ما المصور نعم أول شيء شو العمر إذا كان طفل نبحث عن أسباب تحسوسية أو عن أسباب ضخامة لحميات يعني وضخامة الوز والحل غالبا بيكون بإلغاء المادة المحسسة وإذا ما تم النجاح بعمل جراحي استقصال الناميات واستقصال جزء للوز إذا كانت كبيرة جدا أما عند الكبار 47 سنة العمر 47 سنة في عندي أسباب مختلفة وحكينا فيها في عندي أسباب اجتماعية السهر العشاء متأخرا النوم متأخرا عدم أخذ كفاية من النوم اللي هو 7 إلى 8 ساعات عندي أسباب غذائية تناول مواد محددة الفاستفود كميات كبيرة من الدهون من السكريات الأكل متأخرا جدا في الليل عندي عادات تكيفية بالكيف بالتدخين والشيشة الكحول كل هالأمور عندي أسباب دوائية يتناولها المريض مثلا بعض أنواع المضادات الحيوية الأدوات الأدوية النفسية حتى أدوية المسكينات نعم عندي أسباب تشريحية عندي مثلا تشوهات داخل الأنف انحرافات الحاج الأنفي ضخامة الخرينات عندي أسباب تحسسية عندي أسباب هطمية قد أكون عندي ارتجاع في المعدة عندي حرقة كله بيسبب انقطاع تنفس نعم عندي أسباب مركزية يعني أسباب أمراض مثلا بالقلب أمراض في الدماغ أمراض في الرئة تسبب انقطاع تنفس خلال النوم عندي زيادة الوزن بشكل كبير صحة النوم عندي أسباب مهنية مثلا العمل بالشفت نعم نظام الشفت نظام الشفت عندي أسباب كتير أنا أعتقد من الأسباب في العصر الحديث هو العمل بشكل مستمر مع أجهزة الديجيتال والتلفزيون موجود في ظرفة النوم والولول إلى آخر هي الأسباب المختلفة التشخيص حكينا عنه نعم بالفحص السريري بعض الفحوصات اللازمة ودراسة النوم أما المعالجة فحكينا عنها أيضا أنه قد تكون المعالجة بالدرجة الأولى معالجة جهازية يعني جهاز خاص بسهل التنفس وقد تكون الجراحة أو شبه الجراحة نصف الجراحة مساعدة في هذا الموضوع مثل الليزر أو الكوبليشن أو غيره نعم طبعا لمزيد من المعلومات حول انقطاع التنفس أثناء النوم يمكن الدخول إلى قناة اليوتيوب والبحث عبر قناة اليوتيوب على حساب بلسم فور هيلف موجودة كل الفقرات الخاصة ببرنامج بلسم ودائما نذكركم بأننا نقوم بتزيل كافة فقرات برنامجكم بلسم وإعادة بثها عبر قناة اليوتيوب حتى تعم المعرفة وحتى الأشخاص اللي ما استطاعوا يحضروا على سبيل المثال الآن مثلا مثل هذا الوقت حضور الفقرة كاملة لارتباطهم بأعمال يمكنهم في أي وقت الاستماع إلى هذه الفقرة أو تلك عبر قناة اليوتيوب بلسم فور هيلف وعبر وسائل التواصل الاجتماعي لبلسم لتعزيز الصحة وأيضا للحصول على رأي طبي ثاني وأرسال أي تقرير أو استفسار خاص يمكن أن يتم ذلك عبر الواتس أب على 0526299997 0526299997 موضوعنا عن الأخطاء في التشخيص والعلاج في أمراض الأذن والأنف والحجرة مع ضيفنا الدكتور ملهم ياسين اختصاصي أمراض الأذن والأنف والحجرة في دبي وطرق التواصل على الهاتف 600551414 والرسائل النصية القصيرة على 4006 وعبر الحساب الرسمي لإذاعة نور دبي على الانستجرام لايف نور دبي راديو معنا تقريبا دقيقتين محمد طيب دكتور في هذه الدقيقتين حتى ننتقل لموضوع آخر ماذا ننصح أو كخلاصة دكتور لموضوعنا الأخطاء التشخيصية الأخطاء أو الخطأ في التشخيص هذا أمر وارد طالما أننا بشر ونتعامل مع قدرات بشرية لكن هناك فلاتر محددة تقلل من هذه الأخطاء إذا اعتمد الطبيب خطة ممنهجة للكشف عن المرض وبالمعحة المنطقية بنسميها طريقة الحصر بالإسقاط وهي طريقة منطقية معروفة نتبعها فيما يسمى بالتشخيص التفريقي حقيقة الأمر على رأسها القصة المرضية وعمادها إنفاق وقت كافي في فحص واستجواب المريض نعطي الوقت الكافي طبعا القصة المرضية مهمة جدا مهمة جدا وحقيقة يعني الطبيب الذي لا يستمع للمريض أنا لا أعرف طبعا كيف يمكن أن يتخص له المرض يعني هذا أمر يعني يحتاج إلى كثير كثير من إشارات الاستفهام يعني وضع كثير من إشارات الاستفهام إذن بعد الفاصل نتابع حديثنا عن أخطاء في التشخيص والعلاج في أمراض الأذن والأمف والحنجرة معضيفنا داخل الاستوديو الدكتور ملهم ياسين اختصاصي أمراض الأذن والأمف والحنجرة في دبي دكتور ملهم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هناك رسالة تقول للأسف بالأمس تم وصف مضاد حيوي لأحد أقرباء من الصيدلية وهو كان يعاني من الزكام واحد من الأخطاء التي تتكرر بالشكل شبه يومي نعم طبعا يعني يفترض دائما مثل ما ذكرنا فيما يتعلق بالمضادات الحيوية لا تصرف إلا بوصفة طبية وفي مثل هذه الحالات يجب التبليغ على الصيدلية أو الصيدلية الذي إذا كان طبعا ما في وصفة طبية إذا كان في وصفة طبية لا بدنا نراجع الطبيب يعني نتأكد نعم طبعا فطبعا هذا الموضوع أهم جدا هناك أيضا استفسار هل أي ارتفاع في الحرارة أو ارتفاع الحرارة هو مؤشر بأن الحالة هي انتانية بمعنى ترتبط بالتهاب جرثومي المنشأ دكتور؟ ليس لا تكون جرثومي المنشأ ممكن نكون فيروسي بل في كثين الأحيان الحرارات العالية سببها في كثين الأحيان فيروسية هذا هو تفاعل التهابي والتفاعل التهابي له أنواع واحد مننا الإنتاني والإنتاني يكون مترافق عادة بارتفاع حرارة وبأعراض عاملة أيضا التحسسي يكون مترافق بارتفاع طفيف بالحرارة يعني ممكن كما تظهر حرارة لكن الأعراض الإنتان بتكون أعراض جهازية عندي حرارة عندي آياء عندي تعب عندي آلام عضلات ممكن تكون يعني عندي وضع عام بيكون بيوضح لك أنه في عندي التهاب إنتاني موجود في الجسم لكن قد يكون بكتيري وقد يكون فيروسي نعم طيب في حالات مرضية وطبعا في حالة من الحالات اللي هي مرض دكتور وحيدات النوى أو ما يسمى بالإنجليزي ماذا يسمى بالإنجليزي؟ Infectious Mononucleosis نعم والحقيقة اخترنا أن يكون هذا المرض نموذج عن الأخطاء التشخيصية نعم اللي هو اختصاره CMV CMV الحقيقة لا هو يأتي عن الإبجتاين بار فيروس والCMV نعم الساتوميغالوفيروس قد يكون في حالات خليلة جدا واحد من أسباب هذا المرض لكن الشائع هو الإبجتاين بار فيروس نعم هو فيروس إبجتاين بار أكثر شيوعا نعم أكثر شيوعا نعم يصيب الأطفال يصيب الأطفال ويصيب الكبار ويصيب يعني البالغين نعم لكن ذروة الإصابة تكون في عادة ما بين الخمسة عشرين أو ثلاثين سنة قد يصيب الأطفال نعم وإصابة الأطفال إذا كانوا يعني تكون عادة أنه كأنها زكام عادي طيب بماذا يتميز؟ الآن نحن الآن يعني أنا استطيع أقول أني أنا في عيادتي هذا الأسبوع عندي أربع حالات شفتهم هذا المرض هو مرض فيروسي نعم فترة الحضانة الفيروس المسؤول عنه هو فيروس الإبجتاين بار في معظم الحالات وفي حالات خليلة هو الفيروس المضخم للخلايا نعم الاسم الشائع العلمي هو Infectious Mononucleosis بالعربي اسمه فرط وحيدات النوع الخمجي أو الإنتاني نعم وله أسماء أخرى مثل مثلا داء القبلة أو حمى داء فايفار نعم حمى فايفار وله أسماء كثيرة أو حمى الغدد اللمفاوي حمى الغدية أيضا نعم هذا المرض عادة فترة أو الانتقال فيه يكون عن طريق القطيرات يعني بالدرجة الأولى في اللعاب عن طريق الكح عن طريق العطس يتم الانتقال فيه للشخص الآخر أو استعمال مواد شخصية فرشات الأسنان مثلا الكاس الصحن الملعقة قد يكون هذا الأمر وارد فترة الحضانة فيه إلى الآن لم تحدد مية في المية لكن يقدر أنه بين 2 إلى 4 أسابيع تبدأ الأعراض بآلام في الحلقة آلام في اللواز أستطيع أن أقول من رأى اللواز الملتهبة بهذا الفيروس لن ينساها مرة أخرى نعم ولن يختفي تشخيصها اللواز عادة تكون متضخمة محمرة ومغطاة بأغشية بيضاء هذه الأغشية البيضاء تبدأ على شكل جزر على اللوزة ثم تتمادى لتغطي اللوزة بكاملها الآلام تكون شديدة جدا والحرارة ترتفع من حرارة متوسطة الارتفاع إلى ارتفاع شديد يعني تصل من 8.3 حتى قد تصل إلى 40 درجة مئوية يأتيك المريض في هذه الحالة غالبا بآلام اللواز والحمى وهذه المرحلة هي المجال الأكبر للخطأ التشخيصي نعم ليش؟ معظم يعني ممكن الواحد يطلع إذا ما عنده دراية في هذا الموضوع يقول هذا التهاب بالبكتيريا الفلانية أو كذا يلا نعطي مضاط حيوي طبعا في عندي علامات أخرى أنا رجب أن أنتبأ إليها كطبيب هذا المرض هو مرض الغدد اللمفاوية نعم التهاب اللواز يكون متصاحبا أقول بشكل شبه دائم مع تورم وانتفاخات في العقد اللمفاوية الرقبية ظاهرة تكون ظاهرة تكون نعم قد تكون تحت الذقن قد تكون تحت الفك نعم قد تكون في القسم الخلفي من الرقبة وهذه الانتفاخات تكون مؤلمة لكنها متحركة يعني ما هي صلبة ما هي مثبتة على القاعدة التي تحركها تحتها المريض بيكون عنده وضع عام صعب يعني بيكون تعبان عنده آلام عضلية لكن نحن نقول بالمرحلة اللي أولى بيجي فيها بإلتهاب اللواز يجب أن ننتبه دائما إلى أن العقد اللمفاوي حتى وجود عقدي أو عقدتين هو مرجح إلى أن هذا المرض هو مرض الإبشتاين بارديروس وهو معدي وهو معدي نعم بالتأكيد هذا المرض طبعا المسحة شيء أساسي والمسحة دائما سلبية تجي ما في عندي بكتيريا بيكون عندي فقط الفلورة أو الزمرة البكتيرية المتعايشة بالفم والطبيعية طبعا بدي أكد التشخيص يجب أن ننتبه كطبيب من البداية أن هذا قد يكون كذا الخطأ نشوفه في معظم الأحيان هنا الطبيب محقيقة أن أحيانا لا ألوم الطبيب بيطلع بيشوف المريض حرارة وطالعة 8.39 آلام ما يستطيع يبلع مصدع تعبان فيعمد مباشرة إلى أعطاء المضادات الحيوية وغالبا ما يكون الأعطاء المضادات الحيوية هو مضادات الحيوية واسعة الطيف جدا التي نستعملها في الأدف الأمراض الاحتياطية كدوى احتياطي السيفترياكسون غالبا ويعطى عن طريق العضل أو الوريد بمعدل 1 إلى 2 جرام في غالب الأحيان لا يتحسن المريض في اليوم الأول ولا في الثاني وقد توصف العلاج يوصف في مدة أربعة إلى خمس حتى ستة أيام ويغيب التحسن والأهل طبعا يصابوا بالذعر الآلام ما زالت موجودة الحرارة موجودة الطفل عم ياخد مضادات حيوية أو الشخص المراهق لكنه لا يستجيب إلا استجابة بسيطة طبعا هذا المكان هون اللي بيخلي الأهل يصير عندهم قلق شديد إنه شو هذا؟ هذا المرض احنا ما نعرفه طيب ليش الطفل ما عم يتحسن؟ ليش المريض ما عم يتحسن؟ ما عم يتحسن لأنه ببساطة عنده مرض فيروسي وعم ياخد مضادات حيوية بمنتهى البساطة نعم كيف منشخص المرأة؟ في عندي القصة السريرية في عندي الفحص السريري الكلينيكي ولي مثل ما قلت أنه من يراه مرة لن يخطئه مرة أخرى نعم اللوز المتضخم المغطى بأغشية بيضاء والعقد اللنفاوية وقد يمتد انتشار العقد اللنفاوية حتى الإبطين وكثير من الأحيان يصاب فيها الكبد أيضا نعم ويصاب فيها الطحال ويتضخم الكبد والطحال نعم طبعا هذا له وضع خاص لكن نقول نحن أن الأجنسجة أو العقد اللنفاوية في الجسم معظمها تصاب بهذا المرض نعم طيب كيف ديشخص أنا الحالي فحوصات الدم؟ نحكي عن التشخيص وأيضا عن طريق العلاج والمضاعفات والاختلاطات وكيفية الوقاية من هذا المرض طبعا مثل ما ذكر دكتور ملهم أنه هو مرض معدي يمكن طبعا الوقاية منه لكن بعد الفاصل مع ضيفنا الدكتور ملهم ياسين اختصاصي أمراض الأذن والأنف والحنجة دكتور ملهم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله نصيحة كويسة من الأخ محمد على المضادات الحيوية نعم وتصب في صلب الموضوع وتصب في صلب الموضوع ودائما تركيز على يعني عدم تناول أي مضاد حيوي لا من الجار ولا من الأخ أو الأخت أو الصديق أو الصديقة إلا فقط من خلال الطبيب الطبيب الذي يقوم بوصف الأدوية المناسبة للمريض المناسب لفترة زمنية مناسبة ضمن أيضا جرعة محددة يحدد الطبيب وليس أي شخص آخر طيب فيما يتعلق بموضوعنا بموضوع داء وحدات النوع ومثل ما ذكر الدكتور من أعراض التهاب شديد في الحلق وأيضا ضخامة في العقد اللمفاوية في الرقب وتحت الأبطين وإضافة إلى الوهن العام والتعب العام بالنسبة للشخص هذا المرض هو مرض معدي وينتقل عن طريق اللعاب وعن طريق أيضا القبل وطبعا نتكلم تستعمل الأشياء الشخصية نعم والاستخدام للأدوات المشتركة ونتكلم عن التشخيص دكتور التشخيص يتم أولا بالفحص الكامل الفحص السريري وجزء من الفحص هو الفحص البطن دكتور بسام نعم لنكتشف إذا عندي ضخامة كبد وضخامة طحال لا لأنه في كثير من الحياة يصاب أيضا الكبد بإلتهاب وترتفع خمائره وقد يصاب الطحال أيضا بالتضخم نركز أيضا على أن فحص البطن يجب أن يكون في منتهى الحذر لأن الطحال إذا كان متورم بشدة وقد هناك حالات نادرة جدا جدا من تمزق الطحال وهذا السبب الذي يدعونا إلى عدم إرسال المريض في الأسبوع الأول لفحص البطن بالأمواج فوق الصوتية نعم لأنه قد يحتاج إلى ضغط ويجب أن يتجنب الضغط على البطن هذا واحد اثنين في عندي غير القصة المرضية والوضع الإكلينيكي في عندي الاختبارات الدموية المصلية بالدرجة الأولى صورة الدم التشخيصية بالتشخيص التفريقي تبعا منلاحظ أنه في عندي ارتفاع نسبي باللمفاويات وبأيضا بمسميها الكريات الحمر وحيدات الخلية كريات البيض عفوا البيض نعم لكن يجب أن نضيف إلى هذا الاختبار اختبار مهم جدا هي وظائف الكبد خمائر الكذب يجب الكشف عنها لأنه في كثير من الحالات خمائر الكبد تكون صاعدة مما يدل على أنه هناك عندي التهاب أو عندي زيادة بنشاط الكبد شك من أشكال الالتهاب بالمونونوكليوزز ويجب أخذه بعين الاعتبار والحسبان أيضا هناك الاختبار الكشف المبكر يعني اختبار التراص منسمي اختبار التراص خلال ساعة إلى ساعة ونصف النتائج بتكون عندنا هذا الاختبار إذا كان إيجابي للمونونوكليوزز أو فرط وحيدات النوع أو فايفر فهو دامغ للتشخيص لكن هناك كثير من الحالات السلبية الكاذبة يعني بيكون سلبي لكن الأعراض كلها موجودة والاختبار سلبي هذا له أسبابه الخاصة فإذا كان الاختبار إيجابي فهو دامغ وإذا كان سلبيا فليس ينفي وجود المرض أيضا نعمد إلى الكشف عن فيروس إبشتاين بار عن طريق معايرة الأجسام المضادة من النوع الجي والام ارتفاع الام دليل على وجود التهاب حديث ارتفاع الجي والام بمعنى عندي يأكد لي وجود الإصابة قد يكون الجي لحاله مرتفع إذا كان الجي مرتفع قد تكون إصابة انتهت من فترة أو إصابة قديمة وحال التمنية لكن هذه ولا ننسى أيضا حالات التخثر نبحث عن عوامل التخثر في الدم لأنها تبنى في الكبد إذا كان عندي إصابة كبدية فهو الجزء من حالة الكبد إذن فحوصات الدم الفحص السريري فإذا تضافرت العوامل كلها تأكد التشخيص نعم هو فرط وحيدات النور الخمجي ما هو العلاج قبل ما نحكي عن العلاج بالنسبة للأعمار هل يصيب يعني أي عمر دكتور؟ نعم ممكن يصيب أي عمر لكن الإصابة الظروة تتركز ما بين الخمسطعش إلى أعتقد لحد الأربعين أربعين للخمسينات حتى في بعض الحالات نعم إذا كان تحت هذا العمر بتكون أعراض أقل نعم فوق هذا العمر بتكون أعراض أشد في كثير من الأحيان هل هناك اختلاطات لهذا المرض؟ قبل ما نحكي عن الاختلاط خلينا نحكي عن المعالجة نعم طالما أنه مرض فيروسي إذا لا توجد معالجة المعالجة هي الراحة واحد الطفل ما بروح للمدرسة وليعمل ما بروح للشغل بدأ على الأقل أسبوع العشر تيام في البيت لأنه مصدر للعدوى نعم ولأن هذا المرض منهك يحتاج إلى الراحة يحتاج إلى الراحة التامة وخصوصا إذا ترافق بضخامة كبد واضحال نعم لحتى الشخص يخرج من حالة التعب اللي هو فيها قد تستمر يستمر الموضوع أربعة إلى اتناشر أسبوع يعني حتى يخرج من حالة الإنهاك والتعب اللي هو فيها لكن عملية الشفاء تأخذ اثنين إلى أربع أسابيع تتراجع الحرارة تنخفض الحرارة شيئا فشيئا وتخف الآلام وتختفي الغشية البيضاء على اللوزتين والغدد اللنفاوي تتراجع في الحجم إلى أن تختفي وهذا الموضوع بيأخذ أسبوعين إلى أربع أسابيع نعم بعد ما يشفى المريض بيكون عندي كثير من الأحيان ما يسمى متلازمة التعب يعني بيحس حاله ما زال تعبان ما زال منهك ما هو قادر على أن يمارس الأعمال كثيرة فنحن من نبه دائما طلاب المدارس على أنه ما يمارسوا الرياضة أربع على ست أسابيع وإذا كان عندي إصابة كبدية أيضا الآن إذا كان عندي إصابة كبدية بيصير فيه عندي منع أن الطفل يحمل أو الشخص يحمل شيء ثقيل منع ممارسة الرياضة ممنوع تطبيق ضغط على البطن حتى ما يحصير فيه تمزق ناخد اتسام الأخ محمد السلام عليكم أيو عليكم السلام يا دكتور يا لو سهلا فيك تفضل أنا موضوع يخص اللي هو تدخم الكبد والفتحال مع بعض تدخم نعم تدخم الكبد والفتحال أنا كنت وصلت معاكو قبل كده فندم بس ما كنت تستخدت عينة كان فيه أورام المفاوية في البطن نعم مع تدخم في الكبد والفتحال عاصر عصر دم ما كانش فيه أي فيروسات هو أنا مريض فكري من 2008 تقريبا نعم عمري 32 سنة آآ كان الدكتور نصحني أنه لازم ناخد خزعة فأسرع وقت أخدت الخزعة والريبورت طلع على مدارح نعم آآ الريبورت طلع التهابات في العقد المفاوية ومفيش أي حاجة تانية الضحة العينة طلع ما فيش اي حاجة خبيفة عن دليل حمد لله حمد لله سؤال دلوقتي بقى التدخم الكبد والفتحال مع بعض حالا تدخم إيه وإيه سبب الأورام اللي طلع في البطن طيب أول شيء من بعد إذنك انت لقمي موجود عندك أعتقد صح؟ بأعتقد طيب تبعت لي التقرير من بعد إذنك على الواتس أب وأنا بأعرض يعني بأشوف التقرير وبنعرضه أيضا على الطبيب ضمن هذا المجال تخصص أمراض الكبد ونتمنى لك صحة والسلامة وأيضا ندعو لك بالصحة والسلامة ومهم جدا كمريد سكري أخي محمد طبعا تلتزم بالزيارة الدورية لطبيب الغدر الصماء وأيضا إذا كنت مدخن يعني تقلع عن التدخين وأيضا إذا كان في زيادة وزن تخفف الوزن يعني تغير نمط حياتك لأنه كمريد سكري لابد أن يكون هناك ضبط لمستوى السكر بالدم حتى لا سمح الله ما تتعرض لأي مشكلة من مشاكل مرتبطة بالسكري وإذا الدكتور ملهم بيحب يضيف أي شيء دكتور ملهم لا الحقيقة نحن نتكلم عن ضخامة الكبد والطحال في سياق هذا المرض أما الأسباب الأخرى فهذا أمر متروك لأهل الاختصاص أخصائي الكبد أو أخصائي رودة الصم والسكري أخي محمد شكرا لاتصالك وبنتظر ترسل التقارير على الواتس أب وطبعا الواتس أب أذكر أيضا برقمي حتى الأشخاص الآخرين إذا عندهم أي استفسار أو تقرير التقارير مهمة جدا حقيقة وأنا أوصي كل مريض خصوصا إذا كان لديه حالة مرضية مزمنة أو لديه مشكلة معينة ويعني يزور الطبيب من فترة إلى أخرى أن يكون لديه تقرير حتى يعني بمثابة جواز سفر لديه يكون جواز صحي إن صح التعبير ارسالي التقرير على الواتس أب على صفر خمسة تنين ستة تنين تسعة 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 سبعة صفر خمسة تنين ستة تنين تسعة 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 سبعة وأنا بدوري أقوم بتحويل التقرير إلى الطبيب المختص لأنه وأحيانا إلى أكثر من طبيب حقيقة لأنه دكتور ملهم هناك أيضا حالات مرضية يشترك بها أكثر من تخصص وهذا دائما لمصلحة المريض هذه الخدمة طبعا نقدمها يعني هي خدمة لكافة أفراد المجتمع لمساعدتهم نتمنى دائما صحة والسلامة للجميع موضوعنا عن الأخطاء في التشخيص والعلاج في أمراض الأذن والأنف والحنجرة وتناولنا أيضا موضوع داء وحدات النوا كنموذج قبل ما ننتقل للعلاج ونخلي العلاج بشكل أساء عفوا للمضاعفات دكتور كيف يمكن أن أشخص أو أفرق ما بين التهاب اللوزتين وما بين داء وحدات النوا بالحقيقة التفريق ليس سهلا يعني لكن في عندي علامات بفرط وحدات النوا الخامجي في عندي منظر الوصفي لللوز اللي ما منشوفه كثير بالتهابات اللوز الأخرى يعني اللوزة منتفخة مغطاة بأغشية بيضاء قد تكون متسخة قليلا وعندي ضخامات بالعقد اللمفاوية وعندي ألم شديد بالبلع وعندي حرارة وعندي وهن عام يعني وحدة وحدات النوا الخامجي بيصير فيه وهن عام بكامل الجسم التهاب اللوز المفرد ما بيكون الأعراض العامة شديدة اللهم ما خلأ التهاب اللوز بالمكورات العقدية لكن بيكون منظر اللوزي مختلف تماما طبعا الآن حتى كيدي التشخيص عن طريق فحوصات الدم ما بيأخذ أكتر من ساعة والنتائج بتكون عندك يعني حتى المريض لو سحبت الدم وبعدت للمختبر وهو جالس عندك تقدر تأكد التشخيص نعم سواء عن طريق فحص التراص السريع لكن عندي الأعراض العامة بجس البطن عندي خمائر الكبد يعني في غالبا وغالبا إذا كان التشخيص تأكد في اليوم التاني فأنت ما ضيعت شي يعني إذا أننا بنا نعطي بيعطي الواحد مثلا مضاد حيوي الدكتور إذا كان خايف وكذا والأهل بقولوا هذا غير مسؤول ما عطانا دواء فيه أشياء هل منحكي فيها بالمعالجة الآن نعم لكن التشخيص ليس يعني ليس بالصعب ليس بالبسيط وليس بالصعب يعني يحتاج إلى تمحيص أكثر ودقة أكثر حتى فعلا نعرف بالضبط إذا كان السبب التهاب في اللوزتين وأيضا الأعراض المرافقة له وإذا كان داء وحدات النوع وأيضا الأعراض المرافقة لهذا المرض لأنه طبعا الخطة العلاجية تختلف بهذا الموضوع طيب بعد الفاصل نتابع حديثنا مع الدكتور ملهم ميأسين اختصاصي أمراض الأذن والأنف والحنجرة في دبي دكتور ملهم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته طيب نتكلم عن العلاج بالنسبة لإيداء وحدات النوع نركز على هذا الموضوع هل من علاج لهذه المشكلة؟ أولا هذا مرض فيروسي نعم طالما أنه مرض فيروسي فليس له علاج حقيقي حتى مضادات الفيروسات مثل أساكل وفيرو وغيرها لم تثبت نجاعتها في معالجة هذا المرض نعم هناك أدوية تستخدم لرفع المناعة لكن يعني عم يحبط بخوها في بعض الدول لها علاج هذا المرض لكن حقيقة الأمر أيضا زونتها جدوى العلاج هو الراحة أعطاء حمية عالية الكالوري في السرير في السرير في السرير نعم أعطاء مسكينات الآلام وأفضلها البراسيتامول والبروفين نعم وقد نضطر إلى أعطاء بكميات وافرة لأنه الآلام قد تكون شديدة أعطاء كمية كافية من السوائل وأنا أركز في كثير من الأحيان في هذا المرض على أعطاء العسل كمادة طبيعية وعلى أعطاء بسمياء الصيدلية المنزلية مثلا الحبة السوداء العسل العكبر لأنه هي المواد الطبيعية حتى إلى صفات مقاومة نعم ولا مقاومة غيروسية ديب عندي اتصال من الأخت عائشة السلام عليكم السلام ورحمة يا أهلا وسهلا فيك تفضلي أحمد الله عندي السؤال أنا أنا أعطاء لما فترة عندي أسألة كحة نعم كل ما أكتلا لازم أسأل 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 أمريات قسطرة في الفنجرة عندي لأن فيها لدوء فشالول اللدوء خير ورحمة الله كنت بخير لكن مرة ثانية ردتني لسألة ومسألة أنا أتعد منها أني النصخ عندي يوقف فكل ما أروح للنصف يعطوني بخاخ ووشبوب أو دواء دواء تسألة ولكن ما في أي يعني ما فارد اللي ما أحس أني أنا أص Jah الندبات إختي أزالوها عن طريق الليزر ولا كيف أزالوها عن طريق الليزر عن طريق الليزر وبالتخدير العام اين تعليم تخدير كامل تخدير كامل طيب عندك شيء مشكلة في المعدة انت عندك حموضة لا بالمنظر لكن ما أقدر أتكلم كل ما أتكلم كل ما أتكلم أشعر كل ما أتكلم أشعر طيب أنت بعد العملية عملت شي معالجة تخاطب يعني بعد العملية في فترة معالجة تخاطب وتنفذ طيب راجعت مرة تاني شفت فينه شو ندوب تشكلت مرة تاني ولا لا إذا من نبحث عن سبب أخي غير الندبات في عندي قد يكون سبب إما من الطابق اللي تحته يعني من المعدة وقد يكون من الجيوب الأنفية وقد يكون هناك سبب تحسسي والتحسسي في معظم الأحيان بيكون غذائي وليس استنشاقيا شو بتنصحها إذا في مجال أخت عائشة تتركي رقمك عند زميلة ميرة وأعتقد الرقم موجود عنده طيب فأنا بتواصل معك بعد انتهاء البرنامج وباخد منك كل التفاصيل وأيضا إذا فيه أي تقرير متوفر عندك بيكون مهم جدا ترسيلي لي على الواتس أب الواتس أب هو 0526299997 طبعا بتتصل فيك أنا إن شاء الله بعد انتهاء البرنامج حتى طبعا زودك بمعلومات دقيقة وأي استفسار آخر نحن طبعا نرحب بأي استفسار لأليك شكرا لاتصالك ومنتمنى دائما الصحة والسلامة للجميع نذكر بطرق التواصل على الهاتف 6-0-5-5-1-4-1-4 والرسائل النصية القصيرة على 4-0-0-6 دكتور ملهم دائما يعني تركيز نحن حتى من خلال بلسم برنامج بلسم دائما نقول ورسالة لكل المستمعين ومستمعات يجب أن تكون المعالجة سببية نعم يعني إذا كان لدي صداع أمر بسيط بتناول مسكن الألامية يذهب الصداع لكن إذا كان سبب الصداع ورم أو مشكلة معينة أو ارتفاع في الضغط لن يخف سيحتد المرض ويزداد وتحدث مضاعفات لا سمح الله لأنه عالجنا العرض نفس الشيء بالنسبة للحرارة نفس الشيء بالنسبة لحتى يعني الموضوع اللي حاليا عم نتناول بكل بساطة فتفضلت وحكيت بأنه يعني العلاج راحة في السرير راحة في البيت لفترة زمنية يعني لا تقل عن أسبوع إلى أسبوعين أربما أسبوعين أيضا صيدلية المطبخ وأترك الكلام لك فالكتور نعم الشيء الآخر غير الراحة مسكينات الآلام وخافضات الحرارة مع التنويه نعم إلى أن هذه المسكينات وخافضات الحرارة تحتاج بعدها يعني يعني قلت لنأخذ حبة بروفين أو براسيتامول لازم نحسن بحساب نشرب كمية كافية من السوائل بعده نعم لأن هذه تعتمد في عملها على آلية التبخور أو التبخير نعم يعني راح ينقص السوائل في جسمنا فنعود إلى قضية ارتفاع الحرارة بفعل التجفاف نعم أنا أقول لهم دائما إذا أخذتوا جرع أشربوا وراها كاسة مي نعم هذا واحد المسكينات يجب في البداية في المرحل يقولها قد نكون نضطر إلى أعطاها بشكل وافر حتى نأمن تسكين لا بأس فيه نعم إذا في عندي حالات بيكون فيها الشخص الألم شديد والانسداد كبير في الحلق فقد نضطر إلى وضعه في المستشفى لإعطاؤه بس سوائل تغذية وريدية لكن هذه حالات نادرة جدا الآن غير الراحة الصيدلية المنزلة مثل ما حكينا العسل العكبر الحب السوداء الأمور المهيرة بيشتغل على أساس مضادة للالتهاب ورافعة للمناعة الإكينيسيا الأدوية هاي نعم الفيتامين سي نعطي ولم نعطي طبعا فيه كلام على هذا فيه نعم فيه كلام عليه كثير المهم الأعراض المرض نسميه self-limiting يعني ينتهي بحد ذاته نعم تتراجع الأعراض شيئا فشيئا وتنزل الحرارة وتخف الآلام وتتراجع العقد وتراجع حجم الطحال والكبد إلى الحد الطبيعي ويشفى المريض بإذن الله ثم يعود إلى مرسة حياته نحن منقول أنه هذا الموضوع الشفاء قد يأخذ أسبوعين إلى أربع أسابيع نعم وقد يكون بعده المريض يشعر لفترة بآلام بالعضلات أو بتعب بوهن عام اللي هي مترازمة التعب لكن هذا كمان يزول خلال يعني يقدر خلال شهرين إلى ثلاثة لا نحتاج إلى أكثر من هذا في بعض المدارس فقط بعض المدارس تعطي الماكرولايت وهو يعني شكل خاص من أشكال المضادات الحيوية لأنه ممكن يصير في عندي التهاب ثانوي والماكرولايت هو أفضل شيء بالحماية منها هناك أمر للأسف شائع هو استخدام مضادات البينيسلين على رأس الأموكسسلين والأمبيسلين مع فرط وحدات النمى الخمجي لكن هذا في كثير من الحالات يؤدي إلى تفاعل تحسسي تظهر ارتفاعات على الجلد وتأخذ عدة أشكال ولذلك من قول لا تستعمل أي من أدوية الحاوي على الأمبيسلين أو الأموكسسلين إذا لم تكن متأكداً وتقول نعطي هذا أو نعطي هذا في حال الشك في ورطة حيدات النوى الخمجي لا تعطي بين السلين نعم حول إلى شيء آخر على الماكرولايت هذا بيكون أفضل شيء والأخوة الأطباء اللي عم يسمعوا وعرفاني نعم شو الماكرولايت طبعاً في أسماء علمية كتيرة أسترومايسين هاللي هو كل الناس بتعرفها الآن في عندي حالة خاصة هو وجود التهاب الكبد أو ضخامة الكبد والطحال هون منقول نعم يجب عدم مارسة أي ضغط على البطن يجب عدم حمل الأسخال الأشياء الثقيلة يجب عدم ممارسة الرياضة لفترة تتراوح 4 إلى 6 أسابيع وقد تصل إلى شهرين حتى يعود الكبد والطحال إلى وضعه الطبيعي ويجب مراقبته فيما بعد يجب مراقبة خمائر الكبد وقد نضطر إلى فحص البطن بالألترا ساوند لنشوفه في الكبد والطحال عادو إلى وضعه الطبيعي أم لا هذا المرض ينتهي في معظم الحالات نعم في معظمها بدون أي إشكالات ولا يحتاج إلى أي معالجة أكثر مما ذكرت لا روسيفين ولا سيفتراكسون ولا مش عارف إيش ولا أنواع أدوية الأخرى ولا كثير مما نشاهد فيه ممارسات نجامية نعم المرض ينتشر عادة على شكل جائحات تدخل على المدارس ممكن تدخل على المؤسسات التي فيها تجمع بشري وبيصير فيه انتشار لكن وينحسر في كثير من الأحيان المرض مخيف للأهل أنه الولد كيف الطفل كيف وضعه كيف كذا لكن مثل ما منقول حقيقة لأمر نحاول دائما نطمن الأهل أنه ما في شيء قد يتعرض الطبيب إلى ضغط نفسي من الأهل عطيه ابن مضاد بالوريد عطيه ابن مضاد يجب أن لا يخضع الطبيب لهذا الضغط وهناك في بعض الحالات دكتور يعني فعلا أدوية تعطى للمرضى فقط بسبب يعني لتريح الطبيب وليس لتريح المريض حتريح المريض من الأهل يعني أصلا من الأهل أو حتى من المريض يعني أنا كطبيب مهمتي أني يعني في هذا المكان أنا المرشد ويجب أن لا أخضع للإبتزاز العاطفي أو النفسي أو التهديد بروح على واحد غيرك بروح على واحد غيري خلي غيري يعطي هذا بس أنا ما أعطي لأنه غير صحيح نعم طبعا هاي العجال عن نعم ولكن المضاعفات نتكلم عن المضاعفات وهي خطيرة يعني بحمد الله أن المضاعفات نادرة جدا جدا يعني أنا شاهدت في حياتي كلها حالة واحدة من المضاعفات الخطيرة ولم تكن في هذا البلد في عندي مضاعفات حقيقة وأكثر شيء مخاف أنه تمزق الطحال نعم الطحال قد يكون متضخم إلى درجة وقد يكون في ضغط على البطن فيتمزق الطحال لكن هذا نادر في عندي حالات خرى إصابة العضل القلبية وهذا أيضا نادر بيكون في عندي تسرع في القلب اضطراب في النظم ووهن عام وهذا يعالج معالجته الخاصة عند يعني قد يضطر الشخص إلى دخول العناء المشددة والمعالجة عن طريق التطباء القلبية في عندي الإصابات المعطلة للكبد بيكون عندي إصابات من سمية صاعقة للكبد يتوقف فيها أعماله يتوقف فيها إنتاج العوامل المخثرة للدم في إصاب المريض بنزوف أمفية وتصاب إذا كانت عندي بنت تصرفي عندها نزوف نسائية هذه الحالات قليلة جدا في عندي حالات إصابات هذا الوهن الذي يستمر إلى شهور في عندي حالة نادرة جدا هي حقيقة من سمية الشلل المترقي أو متلازمة قيلام باري نعم الحمد لله أنا لم أرى هذه على الأطلاق لكنها ذكرت في التاريخ وفي الأدب نعم ذكرت في الكتب أنا ما شفت أكمل وذكرت في الأدب الطبي نعم لكن أنا الحقيقة لا أحب ذكر هذه الأمور كثيرا على الإزاعة لأنها بتشوش طالما أنه نسبة نادر لكن لا يمنع ولكن هو للتوعي فقط بأنه إهمال هذا المرض يعني إهمال هذا المرض تحدث هذه المضاعفات لذلك تركيز دائما على التشخيص الدقيق والمعالجة السببية وأيضا على الوقاية نعم كيف الوقاية حقيقة الأمر بسيطة إذا كان في عندي شك نحن كسمينا هذا مرض القبلي ينتقل باللعاب نعم وينتقل أيضا بالعطس والكحة أهم وقاية إذا شفت عندي الطفل أو شخص مصاب موظف أو مطالب مدرسة أن يحجزه في بيته نعم ما أبعته على المدرسة يعني في نقاشات بتصير بين أهل لا فيه أمتحانات لازم الطفل يروح لا الطفل ما لازم يروح الطفل لازم يقعد في بيته ليش لأنه أول شيء ممكن يصير عندي اختلاعات بسبب الإجهاد ويمكن أن يعدي ممكن أن يعدي الآخرين طبعا وتبقى يكون في عندي إصابة في عندي أول غسيل الأيدي في عندي الماسك في عندي عدم استعمال الحاجات الشخصية بشكل مشترك نعم هذا موضوع مهم جدا جدا هذه طبعا يعني هي إرشادات وهي قواعد الصحة العامة العامة بشكل عام يعني لا تخص هذا المرض بحد ذاته وإنما نتكلم بشكل عام ودائما نركز حتى على غسيل اليدين غسيل اليدين يقي تقريبا من 80% من الأمراض المعدية تماما لا يوجد لقاح لهذا المرض إذا الناس في حدا يسأل فيه لقاح لا يوجد لقاح يحمي منه هل ممكن أن يصاب الإنسان أكثر مرة نعم ممكن يصاب أكثر منه نسبة الإصابة عالية جدا يعني حتى يقال أنه ما فيه شخص ما أصيب بإبشتاين بار فيروس نعم في مرحلة الطفوة لكن تكون أعراض خفيفة إلى درجة كأنه زكاة معادي يستمر يومين ثلاثة وراح والطفل ما بيشكي من أي أعراض لكن موجود يعني معظمنا أصيب فيه أصيب بهذا المرض نعم وطبعا غسيل اليدين دائما بلسم غسيل اليدين بالماء والصابون يقي بنسبة ثمانين بالمئة من الأمراض المعدية نصيحة بلسم لتعزيز الصحة بلسم طبعا غسيل اليدين يجب أن يتم بشكل يعني هي تقنية دكتور وتحتاج أنه ليس فقط إلى وضع الماء والصابون نعم ونكتفي بثواني معدودة وينتهي الأمر لو فيه اسلوب محدة لغسيل نعم تخليل ما بين الأصابع تحت الأضافية بين الثنايا بين الأصابع مهم جدا وناخد الوقت الكافي للغسيل معي أيضا اتصال طيب فإذن نذكر بطلق التواصل على الهاتف 600-551414 الرسالة النصية القصيرة على 4006 ونرحب أيضا بمتابعينا عبر الحساب الرسولي لإذاة نورد دبي على الانستجرام لايف نورد دبي ريديو موضوعنا عن الأخطاء الشائعة في التشخيص والعلاج في أمراض الأذن والأنف والحنجرة مع ضيفنا الدكتور ملهم ياسين اختصاصي أمراض الأذن والأنف والحنجرة في دبي فإذن غسيل يدين دكتور مهم جدا نتكلم عن خطأ من الأخطاء أو السلوكيات الشائعة أو الأخطاء الشائعة في استخنام بعض الأدوية منها استخنام أدوية البخاخ الموضعية والأدوية أيضا المقبضات حتى القطرات الدكتور الذي يستخدم في الأشخاص اللي عندهم مشاكل في الأنف أو حتى السيلان في الأنف أو ما شابه ذلك يعني هذه الأدوية كلها نعم يعني العماد فيها الآن مادة اسمها زالوميتازولاين وهو مشتق من سودي إفدرين وهو مشتق من الأدرينالين هذه المادة هي مادة بالأصل هرمونية نعم مسميه هرمون الغضب هي مادة مسرعة للقلب ورافعة للضغط طبعا بيئلك أنا عم استعمل بخاخ الأنف حقيقة الأمر أن سرعة عبور بعض الأدوية من مخاطيط الأنف إلى الدم تعادل سرعة الحقن الوريدي نعم وهذه الخاصية هي التي جعلتنا نستخدم بعض الأدوية على شكل رذاذات أنفية مثل بعض أدوية بعض هرمونات الغد النخامية في البيلة التفهة أو في نقص هرمون محدد في الغد النخامية الذي يحدث يعني هذه الأدوية عظيمة جدا في حال استخدامها بشكل صحيح مثل الكورتزون كورتزون كل الناس بتخاف منه لكن حقيقة الأمر كدواء حينما يستعمل في مكانه صحيح هو دواء سحري ونعمة من الله سبحانه وتعالى وهذه الأدوية أيضا إلى مكان استخدام خاص في حالات من الزكام في حالات من التهاب الجو ولها فترة محددة وجرعة محددة لا نتجاوزها ولا نتجاوز الفترة اللي عم يصير الآن أنه معظم من كتير من الناس بيستعملوها حتى يفتح الأنف يعني بالأدوية شو بتساوي النسيج الأنفي هو نسيج ناعظ يعني هو عبارة عن أشياء مخاطية ترتصف فيها الأوربة تتطبق فيها وهذه هذا السرير الوعائي له مهمة لتكييف الهواء المستنشخ حينما نطبق مقبضات الأوعية بخاخات الأنف المعروفة نقبل هذه الأوعية فبيصغر حجم لحميات الأنف وتتقلص أيضا مخاطية الأنف فبيفتح الأنف وصير تكعبور الهواء بشكل أكبر ويتنفس الواحد بشكل أفضل طبعا هذا التنفس بشكل أفضل مغري أنا ساوي عملية ولا لا أبعا بستعمل البخاخ اللي بيصير أنه في عندي شيء اسمه ريباوند ريباوند هو أنه في عندي شيء اسمه ردة فعل حينما أستعمل البخاخ الأنف حينما تنتهي فعاليته والتي تبدأ عادة بثمان ساعات في البداية بصير في عندي حينما تنتهي الفعالية احتقان زائد بسبب ردة الفعل فأضطر للإستعمال مرة أخرى المشكلة في هذا الموضوع أن الأنسجة والمستقبلات تتعود عليه بحيث أنه دائما فترة التأثير تتقاصر نعم بحيث أقل فأضطر أني أستعمل بدل مرة باليوم بصيره مرتين بعدين بصيره ثلاثة بعدين بصيره أربعة بعدين بصيره خمسة بعدين بصير كل ساعتين بيبخامفه ما بود بقدر استغني عنه أول مشكلة هي مشكلة الإدمان يا ريتي بقيت عن مشكلة الإدمان الإدمان على هذا الدواء يعني أنني أستعمل بشكل مستمر مادة مسترعة للقلب مقبضة للأوائي رافع على الضغط نعم بعد فترة بصير بشكل طبيعي القلب ينبغ بسرعة بصير نظم سريع تسعين مية مية وعشرة بيطلع الضغط بصير عندي اعتماد على هذا الدواء فندخل بالاختلاطات الجهازية نعم الحقيقية الخطرة وأيضا إذا كان الشخص لديه ارتفاع في الضغط ويستخدم مثل هذه الأدوية فهي حالة حقيقة قد تسبب لا سمح الله نزف في الدماغ ويعني سكتة دماغية فطبعا دائما التركيز على عدم تناول أي دواء أي دواء إلا بعد استشارة الطبيب كقاعدة عامة لا يوجد دواء آمن على الإطلاق الدواء الآمن هو الذي يعطى من قبل الطبيب المناسب للمريض المناسب لفترة زمنية مناسبة يحددها الطبيب بجرعة أيضا يحددها الطبيب وهي تختلف من مريض إلى مريض يعني دائما نقول حتى لو كان لدي يعني مريضين مريض حتى نفس العمر وهذا لديه زكام وهذا لديه زكام قد تختلف الخطة العلاجية دكتور نعم حسب حالتي وبالتالي نتمنى دائما أنه ما نوصف للجار والأخ والأخت والزميل والزميلة دائما من قبل الطبيب ونتمنى دائما الصحة والسلام للجميع هناك حقيقة كثيرة من الأخطاء في أي مكان تحدث وهي يعني تحدث في أي مكان نتيجة مثل هيك يعني هيك إجراءات بسيطة أو سلوكيات خاطئة سواء كانت من قبل الطبيب أو من قبل المريض أو حتى من قبل الصيدلي أو أي شخص آخر نصيحة الأخيرة دكتور خلص الوقت حقيقة الأمر اتكادا ما فيه الكفاية نحن كأطباء يجب أن نقارب المريض بخطة موزونة بخطة موضوعة حتى نتجنب الأخطاء التشخيصية أيضا نطالب المريض أن يكون صريحا مع الطبيب وأطالب المريض أن يكون منفتحا أيضا يعني إذا المريض لاحظ أنه في شيء موصح يقول للطبيب دكتور أنا شايف أنه هذا الأمر موصح وهذا حق للمريض وهذا حق لنا عليه أنه ينبهنا لأنه ممكن أنه نخطي ممكن المريض يرى هذا ونكون شاكرين إذا نبهنا إلى هذا الموضوع كل شكر لدكتور ملهم ياسين اختصاصي أمراض الأذن والأمف والحنجرة في دبي دكتور ملهم شكرا جزيلا لهذه المعلومات شكرا لكم